أعلن حزب الله اللبناني أنه يخود اشتباكات مع قوات إسرائيلية متسللة إلى بلدة في جنوب لبنان يأتي هذا بعد أن أعلن حزب الله في وقت سابق أنه تصدى لقوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة بمحافظة نبطية جنوبي لبنان أكد الحزب أنه تمكن من إجبار قوات الاحتلال على التراجع بعد الاشتباك معها مشيرا إلى أنه كبدها خسائر كبيرة وفي هذه الأثناء أعلنت توساء الأعلام الإسرائيلية عن مصادر أمنية مقتل جندي وإصابة عشرين آخرين حالت بعضهم حارقة خلال كمين أعده حزب الله ببلدة العديسة جنوب لبنان هذا وأعلنت لسلطات اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 1873 قتيلا وتسعة ألاف ومائة وأربعة وثلاثين جريحا كنت يمكنهم وعيدات المرة موسيقى شكرا